صاروخ صيني جديد يخرج عن السيطرة وهذا موعد ارتطام بالأرض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كشفت قيادة الفضاء الأمريكية أن بقايا صاروخ صيني ضخم قد تسقط على الأرض الأسبوع المقبل وأنها تتعقب مصارها لحظة بلحظة مما يعيد إلى الأزهان ما حدث في مايو من العام الماضي عندما خرج صاروخ صيني عن السيطرة مسيرا المخاوف من مكان سقوطه على الأرض وكان قد أقلع صاروخ لونغ مارش 5B الذي يزن 23 طنا إلى الفضاء يوم الأحد الماضي وهو بصدد العودة إلى الأرض ولكن بشكل خارج عن السيطرة وليس من الواضح أين سيقع وفق ما نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن قيادة الفضاء الأمريكية وقالت القيادة الأمريكية أنها تتتبع سقوط الصاروخ الصيني على الأرض وفقا لمتحدث رسمي مضيفا أنه بناء على الظروف الجوية المتغيرة فإن نقطة دخول الصاروخ إلى الغلاف الجوي للأرض لا يمكن تحديدها إلا في غضون ساعات قبل دخوله لكنه كشف أنه من المقدر أن يدخل الغلاف الجوي للأرض في الأول من أغسطس ترجمة نانسي قنقر